بسم الله الرحمن الرحيم والله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب جمعين زيكو يا أمرات زيكو حبيب قلب وحشتون 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 قد الدنيا نعمل ايه النهار ده هنا هنعمل ايه هنعمل توست بالكرامل ايه توست بالكرامل ده هنا ده ده التوست اللي احنا عملينه مع بعض ايه رأيك في الجامل ايه رأيك في الحلاوة لا او والله عظمة خلاص هنا وخلينا في في الوصف حاضر جبنا بقى كيلو لبن لبن جهوس حلو كده حطنا في في لبانة كده حلوة او قصرولة او حلة اللي عندك يعني نحط فيه جبنا كسين اللي هو الباكت اللي هو اللي هو اتنين في واحد حطناه هناخد الكسين ونحطوه ونسيب اللي هو الكرامل ونسيبوه للاخر خلاص وندوب ونحط شوية السكر اللي انت عايزها ونحط حولها تلات معلق كبار حطي انت الكبين اللي انت عايزها ندوب دوب 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 وروح نغدعه على النار ونيجي شوف احنا هنعمل ايه بعد كده احنا حطينا كيلو لبن هعليه الباكت بتاع الكريم كرامل ده حطينا الاتنين واسيبنا الكرامل للواحد جبنا بقى التوست اللي احنا عاملينه شايفين حلاوته شايفين جمال وهشي جدا بس انا مرضتش حطيه لكم هنا في نفس الفيديو لان كده الفيديو كان هيتطور عليكم جدا وانتو كده كده ما يعني ما ملكوش طلوب ده لانتو سمعوا الفيديو للاخر فحطيه لكم في في فيديو تاني خلاص هنا بقى بالرص التوست اللي احنا عاملينه مع بعض وهينزل زي ما وقت لكم في فيديو تاني خلاص رصناه هنا كده ونروح نشوف بقى بس هنا طبعا انا كنت اه جاني تليفون فاتشغلت فكان هيتحرق من تحت بس انا لحقته يعني بينه بينكم يعني ايه يستروا علينا يعني خلاص فها شايفة يعني ايد لو تلاقي في حيطة سودة صغنونة كده بحاول اشي لابن معلاه علشان اه والله بص ما مغيبتش يعني اللحظة بس انا لما طلحت اتكلم في تليفون يعني ما كانش المفروض ان انا اطلع كلم في تليفون انا ما اطفع عليم بس انا قلت لسه هاخد لسه قدام وقت بس طحق علي استدوا اه والله بس مش مشكلة هنسترف يعني هنرميه ابدا حطته بقى هنا يا دوبة كان لسه هيا شايفين الكسرولة من تحت اه 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 كدها تتحرق يلا الحمد والله قدر ولطف وكان اه ولحقناه وعملنا احلى حلو منه بصراحة يعني كان طعم وتحفظ انا شفت الوصفة دي على النت كزا مرة وعايز اعملها بس ما كنتش من جراءة ان انا اعملها روحت بقى النهاردة عشان اجيب اه توست من بره اللي لقيته بيقول لي ايه التوست مش عفا بكم وستين جنيه قلت لي انا هعملو هنا في البيت انا بقى عملتوا كوبايتين لبن وزي الفول تعالي هنو خليني في الكراميل الحاضر جينا هنا بقى هنعمل آآ الكريم شنطين هنعمل اللي حطينا اربع معلقة او خمس معلقة على حسب ومعلقتين كريم باستري في قلب في قلب الطبقة او الشافشة اللي قدامة ده وهحط له كامل معلقتين سكر بودر هحط عليهم كوباية ماي ساقعة بس حطها بالتدريج ماي ساقعة بتالك حطها بس بالتدريج علشان مش كل الكراميل زي بعضه في كراميل بياخد الكوباية على كوباية وفي كراميل اللي ما بيستقبلش كوباية الماء كلها فانا حتى لو تغطي بالك هنو حطيت الكوباية بس مش مش كلها يعني بحطها بالتدريج قصد بحطها بالتدريج حد ما شوفه هو هياخد الكوباية كلها ولا لأ لان زي ما قلت لك مش كل الكراميل بزي بعض وطبعا انا كنت عاملها بس ايه آآ اللي هجيبه دلوقت ده آآ استنى ما يجي عشان ما لقبطكو شايفة هنا القوم بتاعه ممتاز الكوباية اخد الكوباية بالزبط ده ايه ده دها كوباية لبن دمها لبيع ده خلص كوباية لبن على معلقة واحدة من النشاء ومعلقة واحدة من الواب limite خلاص ومكعب سبدة وفانيليا وعملت مع النار لحد ما مسك ويريجبه هو سخن كده حطيت عليه كيس عشان ما اعملية طباقة من فوق بس انا مرضيش اخد اضيع وقتكو فيه بصراح لان حاجة ما تستهلش ان انا ضيع وقتكو يعني يبقى كان كوباية لبن من اللي والنشاء ومعلقة من دية وفانيليا وامقعب سبدة اول ما ومسكوا على النار رحت حط عليهم كيسة وصيبتهم يبراد وعملت الكريم شنطية ورحت جايبها حط عليها وضربتهم مع بعض ضربتهم كده مع بعض هيبقى احلى الكريم شنطية ما تحط عليه المهلبية ده بيبقى حلوة جدا جدا يعني بيبقى لذيذ ومتماسك وحتى لو في الحر لا يمكن يسح منك او كده خلاص بيدي النتيجة حلوة جدا الفكرة دي خلاص هنجيب بقى الصينية بتاعتنا بس نشغل الكهرباء اللي احنا شنها وكانت بردت بقى يعني بردت بس ما فوقت استنى شوية بس مش مشكلة لان انا كنت عايز اخلص الفيديو بصراحة فروح تنزل بكريم شنطية عليها كده بس يعني الحمد لله كانت يعني بردت شوية يعني خلاص وارح موزعها كده زي موزع كده بالزبط يعني في فراغات بين التوست وبعضه بحاول اعملها من البشاء من البشاء من ايه انت اين وجهت ولا ايه لا من الكريم من الكريمة خلاص نسويها بقى بس عايزين نسويها علشان ليسا في طبقة الكراميل لفوق عايزين نسويها كويس بس هنا انا بعمل الفراغات الاول بعمل الفراغات كده علشان تبقى متسوية خلاص وارح اجيب بقى كوباية مية دافية واجيب حاجة اسوي بيها علشان عايز السطح متسوي خالص هنا بحاول اسوي بالمعلقة بس لا انا هجيب حاجة تانية اسوي بيها علشان يعني ايه اعرف احط الكراميل لبقى متسوي كده بشكل حلو بس اجيب كوباية مية دافية بس بقى مسح بس الاطراف مسح الاطراف كده علشان الصينية بتاعتنا ده بشكلها حلو او الطاجن بتاعنا بشكل حلو او البيركس بتاعنا بشكل حلو اي اسم انت تختاريه خلاص هارحة بقى جيب بقى كوباية مية دافية ايوة جبت السكينة احطها في المية الدافية واستهي وكده شافها بيتساوي ازاي بحلوة جدا كنت امسحه في المنديل قلت لا عندما نحطه في العلباء اللي في الشفشة اللي هنا كده هرمي ليه يعني حراب خلاص ايوة كده وبعدين تروح تساوي وبعدين تروح تنظاف السكينة وتحطها في المية السخنة وتساوي كم المرة بس بعد ما تطلعها من المية السخنة تروحي نطراب ايدي كده علشان ما تحطش مية على العصانية بتاعتي زي ما بعمل كده بالزبط شايفة بقى راح نطراب يدي كده قبل ما حطها واجب بقى الكيس بتاع الكراميل وراح مخططها بقى عليه وممكن تسيبها كده على فكرة ممكن تسيبها كده زي الفل ممكن تحط لو حابة فكها تحطها في عليها براحة خالص آآ عايزة سيبها كده زي ما انت عايزة الكراميل اللي بقى هنسيبه ليه لا احنا هنستعملها راح حطها عليه من فوق خططيه بقى زي ما انت عايزة آيوة كده بالزبط الولاد كمان بيحبوا الكراميل خططيه كده وبأي حاجة بقى ايه آآ يعمله زي 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 كده يعني طالع بنازل كده عشان يبقى شكله ظريف يعني هو كده والله شكله امر كده ما له يعني كده شكله امر والله هو من غير خلص شكله امر وطعمها عايزة اقول لك حلوة جدا يعني طعمها لزيز يا ما كدش متخيلة ان كل ده يطلع من التوست بصراحة ايه الجمال ده ايه الحلوة دي حاجة كده بناخل يعني عملت التوست بكوبيتين دي ايه ده ايه ايه قالك ايه اللي بستين بقى ايه حاجة وستين ده ايه ده ايه ده ليه كده طب انا عملت احسن منكم شايفين بقى حطي بقى في التلاجة يا امر حطي في التلاجة لا ما يسقح خالص بقى ويهد خالص كده نقطعه هنا بقى بعد ما قاعد في التلاجة قد اربعة ساعات ورحت نطلعها بقى عشان نقطعه وبرضو لما يستحسن لما تحط برضو الكريم شنطي تحطيه في التلاجة يستريح الاوى شوية او يهدى شوية وبعد كده تحط الكرامل احسن بكتير ان انت تحط الكرامل على فوق يعني سيبيه ده كده في ويتمسك كده يبقى حلو شايفة هنا ايه ايه رأيك بقى ايه رأيك في الحاجة للامر دي حط في طب اوب كده هتققى مالك يا نوه مش ميركزة ليه معلش 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 اه شايفة بقى الخرطة تحتها قاستر تحت او البتاع اسمه الكرامل فمخلها زحلقة مش رادي تقف كي انها ايه ده اقف يا حاجة اقف يا حاجة من اخد من النجحة ايه رأيكو بقى في التوست بتاعي حلوة جدا وطعم جدا وان شاء الله هيجبك ومن ايدك ان شاء الله هيطلع احلى بكتير ويا رب هيجبكو واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته